قضايا الاختصاب لا تهاون فيها لا أمام القضاء ولا أمام المجتمع قضايا الاختصاب يعني أي مكان الفنان محبوب الناس بتحبه صوته جميل لكن قضايا الاختصاب لا تهاون فيها لما الست تقول لأ يبقى لأ ده ما فيهوش هزار قضايا الاختصاب لا تهاون فيها لا في الغرب والحمد لله أنا أيضا في مصر لم يعد هناك تهاون في هذه القضايا لا تحرش ولا اقتصاد